السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم في درسنا جديد نتكلم في هذا الفيديو ونكمل حديثنا عن دو واستعمالاتها نتكلم في الجزء الأول عن بعض هذه الاستخدامات نتابع في هذا القسم باقي الاستخدامات إن شاء الله نبدأ بأول استخدام لتنسخ أو لتنسخ بنفس الشيء سلوك سلوك شخص ما لتجعل الناس يضحكون يعني تقلد فلان هذا المعنى الكلام هل يمكنك أن تقلد صوته أو تقوم مثل صوته يعني تقلد صوته لتجعل الناس لف يضحكون إذن تقلد الناس هل يمكنك أن تقلد صوته أيضاً دو بمعنى ترابل يسافر أو يقطع ترابل بمعنى معين أو محدد مسافة ترابل بمعنى معينة ويقطع مسافة معينة هاو مني مايلز كم ميل قطعت أو سافرت خلال جولتك إذن تور بمعنى جولة إذن جولة خلال إذن دو بمعنى يقطع هاو مني مايلز هاو مني مايلز دو بمعنى دو بمعنى ماي كار دو بمعنى فورتي مايلز تو دا غالون 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 وان غالون اقوالز واحد غالون بساوي فور بوينت ففتي فايف لترز إذن أربعة فاصلة خمسة وخمسين لتر إذن ماي كار دوز يعني تقطع سيارتي أو تنجز سيارتي تسافر سيارتي المسافة أربعين ميل to the galon في القالون الواحد ايضا دو بمعنى ينجز أو ينهي to complete a trip لتسمم رحلة أو تكمل رحلة we did the round trip round trip يعني رحلة الذهاب والقياب we did the round trip in two hours اللاحظ ال H لا تنضق لنقل هاورز إذن hour ساعة ال H ما تلفظ لنقل هاور ساعة hours ساعات we did يعني أتممنا أو أنهينا the round trip رحلة العودة in two hours في ساعتين أيضا بمعنى speed to travel at لتسافر في or reach particular speed لتصل reach يصل particular speed سرعة معينة أو محددة the car was doing ninety miles an hour يعني كانت سرعة السيارة ninety miles تسعين ميل في الساعة إذن لاحظ doing معاته speed يعني سرعة السيارة يعني السرعة اللي وصلتها السيارة the car was doing ninety miles an hour كان سرعة السيارة تسعين ميل في الساعة أيضا أيضا بمعنى يزور to visit a place لتزور مكان as ك tourist tourist ساعة إذن استخدام do بمعنى يزور كساعة we did japan in three days نعرف do بالمضارة الماضي من do هي did يعني زرنا لاحظ we did japan يعني كانوا نفس معنى we visited japan in three days إذن زرنا اليابان لمدة ثلاث أيام we did japan in three days did بمعنى visited to spend a period of time doing something spend يعني يقضي أو يصرف period فترة زمنية أيضا period يجي نقطة معناتها إذن to spend the period of time لتقضي فترة زمنية أو فترة من الزمن doing something تقوم بشي ما إذن do بمعنى يقضي did قضى she did a year at college إذن قضت أو مضت سنة في الكلية يعني أمضت سنة في الكلية إذن college كلية to deal with something إذن تعال مع شيء ما أو شخص ما the hairdresser يعني مصفة الشعر الكوافير said قالت she could do me يعني يمكن أن do me معته cut my hair إذن تقص شعري do بمعنى cut she could do me يعني مصفة الشعر أو الكوافير ماذا يعمل؟ إذن يقص الشعر أو يصف الشعر إذن على حسب الشخص اللي يتعال معاه يكون معنى do the hairdresser said she could do me بمعنى cut my hair to be suitable بمعنى مناسب suitable مناسب this shoes won't do for the party this shoes هذا الحداء نقصد بواحد إذن نقصد بفردتين these أوكي won't do won't do معنى لا يناسب إذن لا نقول لا يعمل إذن لا يناسب for the party لا يناسب الحفلة إذن do بمعنى يناسب this shoes won't do for the party this books will do fine as a table يعني هذا الصندوق this books will do سيناسب بشكل حسن as a table كطاولة يمكن يستخدم هذا الصندوق هذا كطاولة this books will do fine as a table إذن do بمعنى seatable بمعنى يناسب do بمعنى cook يطبخ to cook something لتطبخ شيء ما how would you like كيف تحب أو كيف تفضل your steak done يعني steak بمعنى شريحة لحم how would you like your steak done كيف تفضل أن تطبخ شريحة اللحم إذن done بمعنى cooked إذن بمعنى يطبخ how would you like your steak done to cheat someone cheat بمعنى يغش إذن do تأتي بمعنى يغش this isn't the genuine watch you're been done genuine بمعنى أصلي watch ساعة this isn't the genuine watch هذه ليست الساعة الأصلية you're being done يعني لقد خدعت لقد غشش يعني سمو شخص ما غشك إذن هذا نسمي مبني للمجهول ندرس إن شاء الله فيديوهات لاحقة this isn't the genuine watch you're being done يعني أنت cheated إذن لأننا نعرف do الماضي منها dead اسم المفعول done إذن done اسم المفعول من do عدنا cheated يعني you're being cheated لقد غشش يعني شخص ما غشك you're being done do بمعنى punish punish يعاقب she got done for speeding got done بمعنى got punished لاحظ يعني عقبت للسرعة بسبب زيادة السرعة نعرف do الماضي منها did اسم المفعول done صرف الثالث done she got done يعني عقبت for speeding بسبب السرعة they did him for cheating عقبوه لاحظ punished did هنا punished they punished him يعني عقبوه for cheating بسبب الغش أو ممكن نقول they did him for cheating عقبوه للغش do do بمعنى to rob a place rob يسرق إذن يسرق أيضاً معنى steal from يسرق من to rob a place لتسرق مكان the gang did supermarket gang معته عصابة gang عصابة did بمعنى سرقت the gang did a supermarket سرقت العصابة السوبر take drugs يأخذ مخدرات إذن do بمعنى take he doesn't smoke drink or do drugs doesn't لا smoke يدخن إذن لا يدخن drink يشرب or أو do drugs يتناول drugs المخدرات إذن drugs مخدرات he doesn't smoke drink or do drugs لاحظ أيضاً قائمة من الأشياء smoke drink do قائمة من الفعل list of verbs لنضع smoke or drink or do drugs لن فقط آخر فعلياً نضع or قبل نضع كما فاصلة he doesn't smoke drink or do drugs to emphasize emphasize ما to أكد what you are saying لتأكد ما تقول to emphasize what you are saying he does look tear ممكن نقول he looks لاحظ ممكن بدون does he looks tear إذن يبدو متعباً نضع does للتأكيد على أنه متعب he does look tear يبدو فعلاً متعباً change the order of the subject and verb when an adverb is moved to the front يعني تستعمل use to تستعمل لتغيير the order ترتيب أو مكان يعني of the subject الفاعل and verb والفعل نحن نعلم بالانجليز فاعل بعدين شو فعل لو نستخدم do تأتي وين قبل الفعل متى when an adverb عندما الظرف is moved to the front عندما الظرف نضعه في البداية بداية الجملة يعني بالمختصر عندما يكون الظرف لاحظ not only الظرف جاء في بداية الجملة هي مفروض تكون she does ملاحظين لكن نضع does قبل الفاعل نغير الترتيب not only does she speak Spanish she is also good with computers good with or good at إذن ليس فقط هي تتكلم الإسبانية she's also هي أيضا good with computers هي جيدة أيضا بالحواسيب إذن إذا إضعنا الظرف في بداية الجملة لنغير ترسيب الفعل والفعل دو بمعنى party party حفلة دو party إذن بمعنى حفلة social event حدث اجتماعي لا نقول social social نلاحظ هالحرف هذه social نلفظها shell الحب يرجع على فيديو سابق تكلمنا عن لفظ الس are you having a big do for your birthday هل ستقوم بحفلة كبيرة اللاحظ ممكن نستخدم party أيضا دو بمعنى حفلة are you having a big party or do دو بمعنى حفلة هل ستقوم بحفلة for your birthday لعيد ميلادك أيضا تأتي معنى do's and don'ts يعني those أشياء تقوم بها don't أشياء لا تقوم بها بمعنى do's and don'ts rules that you should follow يعني قواعد تفعلها أو لا تفعلها التي you should follow ينصح should معنى ينصح to follow طبعا لا نقول should to follow قطع should follow أن أو ينصح أن تتبعها أو ينصح اتبعها here are إليك أو تفضل some do's and don'ts يعني بعض الأشياء تقوم بها أو لا تقوم بها for exercise للتمرين أو التدريب during خلال pregnancy pregnancy حمل إذن إذن here are some do's and don'ts for exercise during pregnancy pregnant pregnant حمل she is pregnant هي حمل pregnancy حمل إذن صفة و اسم used to make a question tag إذن تستخدم لتشكيل سؤال لاحق أو سؤال مذيّن you live in japan japan اليابان تعيش في اليابان don't you أليس كذلك إذن هذا السؤال لاحق استخدمنا do لأنه present symbol مظاهرة بسيط الحب يرجع تكلمنا في فيديوين عن question tag السؤال الملاحق أو السؤال المذيّن في فيديوهات سابقة used to avoid repeating of verbs يعني يستخدم void or avoid يتجنب إذن يتجنب فعل شيء avoid repeating يتجنب تكرار إذن repeat you can ing تكرار of verbs he plays better إذن هو يلعب بشكل أفضل than he did أفضل من he did year ago or a year ago إذن إذن هو يلعب بشكل أفضل من ما كان يلعب منذ سنة مضت لاحظوا شباب نكرر كلمة played مرة ثانية played نضع did لكي لا نعيد الفعل he plays better than he did a year ago to form negative and question دي شكل نفي سؤال I don't like fish I don't like like don't like I don't like fish لو أحب السمك Does he speak French هل يتكلم الفرنسية بهذا الشكل تكلمنا عن الجزء الثاني من استخدامات do بحيث أنه غطينا كل المعاني والاستخدامات لدو أتمنى قدمت شيري الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته